طيب الأوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بالعالمين في المواقع المحلية أول عرض عسكري بعدن بدون شعارات أو أعلام الانفصال ومن موقع الصحوانات عائد من الجبهة يقتل زوجته بعد هجرها 13 سنة ومن أخبارنا المنوعة كاميرا في فيتنام تلتقط صوراً لحيوان اعتقد العلماء أنه انقرض قبل عقوده أهلاً بكم عودة الحكومة إلى عدن احتلت اهتمام المواقع الأخبارية وقال موقع يمن مونتر أن رئيس الوزراء سيعود برفقة فريق صغير وعنون الموقع مسؤول يمني يقول رئيس الحكومة يعود إلى عدن برفقة فريق صغير قال مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس الوزراء وفريقاً صغيراً سيعود إلى عدن اليومين القادمين تنفيذاً لاتفاق الرياض وأضاف المسؤول الذي تحدث اليمن مونتر أن فريقاً مصغراً أن الحكومة الحالية سيعود إلى عدن لتنفيذ الخدمات ويعادة تفعيل مؤسسات الدولة وقال إن الحكومة الحالية ستقوم بتصريف الأعمال مع الاستعداد لحكومة جديدة نص عليها اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقال الجنوب المدعوم من الإمارات وتم توقيع الاتفاق في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري في الرياض بحضور الرئيس اليمني وولي عهد السعودية وأبو ظبي ونص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق تتكون من أربع وعشرين حقيبة وزارية يرى موقع عدن الغد أن هناك ملامح لبدء التهدية في العاصمة الموقعة عدن ويستند إلى عرض عسكري يعتبر الأول من دون شعارات انفصالية وعلق الموقع أول عرض عسكري بعدن بدون شعارات الانتقال منذ سنوات أقل الموقع أن مدينة عدن شهدت أول عرض عسكري منذ سنوات خلى من شعارات المجلس الانتقالي أو صور قادته وأقام لواء حماية المنشآت أول عرض عسكري للمئات من أفراده وكانت العروض العسكرية تتم بحضور أعلام المجلس وشعاراته وصور قياداته ما تقتضيه عودة الحكومة إلى عدن تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمدي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد في يوليو من العام نفسه 2015 أعلنت الحكومة الشرعية عدن خالية من الحوثيين هذا التطور كان من المفترض أن تبدأ معه عودة مختلف مسؤولي الحكومة للمدينة إلا أن ما حدث أن العودة كانت رمزية إلى حد كبير على مستوى عدد من المسؤولين فيما بقي العديد منهم في صراع مع النفوذ الإماراتي الذي أمسك بزمام الأمور في عدن خلال السنوات الماضية وبعيدا عن تكرار ما هو معروف عن الأسباب التي حالت دون عودة الحكومة فيما مضى من السنوات ياتي اتفاق الرياض الأخير ليفتح صفحة جديدة تبدأ بعودة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما وخلال الأسابيع الماضية شهدت عدن تحولا محوريا تمثل بانتقال قيادة التحالف في المدينة من القوات الإماراتية إلى السعودية كجزء من التهيئة التي سابقة الاتفاق وأعلن الإماراتيون مغادرة عدن في الأثناء ما يجب التشديد عليه أن اتفاق الرياض بمثابة فرصة قد لا تتوافر في ظروف أخرى بالنظر إلى مجمل المعطيات والتجارب اليمنية خلال السنوات الماضية لقد عانى اليمنيون على مدى سنوات جراء الحرب وسيطرة الميليشيات وغياب الحكومة أو ضعفها في المناطق التي توصف بأنها محررة من الحوثيين وأنا الأوان لأن يكون لها حضورها المختلف هذه المرة وأن تعمل كحكومة مسؤولة عن جميع اليمنيين بما في ذلك السعي لدفع مرتبات الموظفين في مناطق البلاد كافة وهذا هو شرط دخول مرحلة جديدة مختلفة تصحح أخطاء ما سبق وتعيد الأمور إلى نصابها ولو جزئيا باعتبار أن أساس الوضع المختل بفقدان العاصمة صنعاء طالبت نقابة الصحفين اليمنيين الحكومة بتنفيذ واحترام حكم القضاء في تعويض صحيفة أخبار اليوم وما لحقها من أضرار وعنون موقع المشاهد نت نقابة الصحفين تتضامن مع صحيفة أخبار اليوم وأضافت النقابة في بان نشرته في صفحتها أنها تلقت بلاغا من رئيس تحرير الصحيفة سيف الحاضري يفيد فيه بتعنت الحكومة في تنفيذ الحكم القضاء الخاص بتعويض الصحيفة وأعلنت النقابة عن تضامنها مع صحيفة أخبار اليوم أمام التعنت الحكومي وحق الصحيفة في التعويض وكانت صحيفة أخبار اليوم وهي صحيفة يومية تصدر من صنعاه قد توقفت عن الصدور بعد سيطرة جماعة الحوثي على المدينة عام 2015 وتعرضت للنهب من قبل الجماعة وعودت الصحيفة الصدور من مدينة عدن بعد أكثر من أربع سنوات على توقفها لتعود مرة أخرى للتوقف بعد أقل من سنة في مارس عام 2018 الماضي قام مسلحون مجهولون بمداهمة مقر الصحيفة في مدينة عدن وأحراق كل محتوياتها وإصابة أحد محرريها بإصابات بالغة وهو الزميل وليد عبد الواسع عائد من الجبهة يقتل زوجته التي هجرها منذ ثلاثة عشرة سنة وعنون موقع الصحوانة المحويت حوثي يقتل زوجته وشقيقها ويصيب آخر وأفادت مصادر خاصة بمحافظة المحويت أن الرجل قتل زوجته وشقيقها وعصاب آخر بإطلاق النار عليه مباشرة في مدرية جبل المحويت بمنطقة القمراء أضافت المصادر لصحوانة أن الزوجة رفعت قضية خلع على زوجها بعد هجر دام ثلاثة عشر عاما فحكم القاضي بخلعه أثناء عودتهما من المحكمة تقطع الرجل لطليقته وأخوانها وهم عزا لا يحملون سلاح وقام بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل المرأة وأخيها وإصابة الآخر إصابة خطيرة وأوضحت المصادر أن الرجل أحد عناصر الميليشي الحوثية وقام بارتكاب جريمة أرعبت سكان المنطقة وحاول الفرار والاستنجاد بالميليشيات ليهرب من الملاحقات وتزايدت مؤخرا حالات الجرائم الجنائية التي يرتكبها مقاتل والحوثي العائدون من القتال وبعد تجريبهم على العنف والكرهية وتعبئتهم على ثقافة القتل ضد كل من يخالفهم عن امرأة تبحث عن زوجها منذ خمس سنوات وتحاول العثور عليه في معتقلات الحوثيين وعن معتقلات الحوثيين المزدحمة بالمدنيين من مختلف أنحاء البلاد كتب أحمد الحرازي في موقع الصحوالات غيبت العصابة الحوثية في كل مناطق سيطرتها كل مظاهر الحرية وفتحت المعتقلات لكل اليمنيين الأحرار الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد آخر بعد فشل كل الاتفاقيات التي كانت تراهن عليها أسرهم آلاف الأسر فقدت من يعولها منهم امرأة من عدن تعيش حالة مأساوية مع أطفالها الخمسة بعد أن اعتقلت منيشيا الحوثي زوجها قبل خمس سنوات من إحدى النقاط داخل مدينة عدن أثناء عودته من محافظة المهرة والتي كان يعمل فيها تاجر سيارات ظلت زوجته تبحث عنه طيلة هذه السنوات في كل المعتقلات التابعة للعصابة الحوثية في صنعه وكلما وصلت إلى مشرف المعتقل تقابل بالرد بأنه غير موجود لديهم رغم أن بعض المفرج عنهم أكدوا لها بأنه متواجد في سجن الأمن السياسي وقضوا معه أياما بعدما شرحت لهم ملامحه واسمه والتي رفضت أن تذكره في الإعلام المرأة تعول خمسة أطفال ولا تمتلك أي مصدر دخل لتصرف عليهم وتتابع قضية زوجها المغيب إضافة إلى عدم قدرتها على علاج طفلها أو حتى إسعافه إلى أحد المستشفيات الأمر الذي تسبب بمضاعفة معاناتها ومثلها الكثير من الأسر اليمنية بات اليمنيون يرون أن صنعاء غدت سجنا كبيرا لكل الأحرار وفيها تمارس الميليشيا صنوفا شتى من التعذيب بحق المختطفين والمخفيين قسريا وتبين ذلك جليا من خلال الشهادات التي ذكرها المفرج عنهم وكيف أصبحت حالتهم الصحية بعد أن منعت عنهم ميليشيا الحوثي حتى العلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة حولت ميليشيا الحوثي منازل قيادات الشرعية التي استولت عليها بعدما نهبتها إلى سجن للأبرياء بعد أن امتلأت السجون الرسمية كما قامت أيضا بنقل بعضهم إلى أماكن عسكرية كانت عرضة لقصف طيران التحالف وراح ضحية ذلك العشرات الأدوية الأساسية منعدمة في الأسواق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن لكن الأدوية المخدرة والتي قد يدمن الناس عليها متوفرة وفقا لموقع صحيفة العرب الجديد الترامدول مسكن أفيوني يباع من دون وصفة طبية في اليمن وأفادت مصادر طبية في صنعاه الخاضعة لسيطرة الحوثين بأن الصيدليات في اليمن تبيع مسكن الترامدول القوي من دون وصفة طبية ما ينذر بكارثة حال تزايد المدمنين عليه وقال نقيب الصيادلة ورئيس التحاد قابة المهنة الطبية في اليمن فضل حرب أن بعض الصيدليات في اليمن والتي تدار غالبا من أشخاص غير مؤهلين تقوم ببيع مسكن الترامدول من دون وصفة طبية في ظل غياب الرقابة وأوضح حرب للعرب الجديد أن الترامدول مسكن أفيوني قوي ويستخدم في علاج الآلام المتوسطة إلى الشديدة ويجب أن لا يباع في الصيدليات إلا بموجب وصفة طبية وبكميات محدودة وأشار إلى أن بيعه بهذا الشكل سيتسبب في تزايد المدمنين عليه خاصة في ظل توفر مئات الألاف من الحقن الوريدية والعلف في الأسواق اليمنية والتي دخلت البلاد عن طريق التهريب خلال الفترة الماضية إلى صحيفة الجاردن والتي نشرت تقريرا عن محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسلها في نيويورك بعنوان ترامب يشتشيط غضبا والديمقراطيون يستعدون لجلسات استماع علنية مريرة يقول ماكارثي أنه لم يحدث في التاريخ أن عقد الكونغرس الأمريكي جلسات علنية يمكنها أن تؤدي إلى عزل رئيس البلاد من منصبه إلا ثلاث مرات والرابعة على وشك الحدوث حيث تستعد القنوات المتلفزة ووسائل الإعلام بحج مراسليها في طرقات مقر الكونغرس في وشنطن لمعرفة كل التفاصيل الممكنة ويوضيف التقرير أن الديمقراطيين يتهمون ترامب باستغلال منصبه للضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيقات مع جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات القادمة وتنقل الصحيفة عن كوري بريتش نايدر أستاذ القانون الدستوري في جامعة براون الأمريكية قوله أن هذه واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الأمريكي لأنها المرة الرابعة التي نصل فيها إلى هذه النقطة في عملية قانونية محددة وتأثير جلسات الاستماع العلانية في التحقيقات كبيرا على المواطنين قبل انتخابات العام المقبل كما حدث خلال جلسات الاستماع العلانية في محاولة عزل الرئيس ريتشارد نيكسون والتي أثرت على الرأي العام وحولته ضده ما سمح للحزب الجمهوري بالضغط عليه للاستقالة سقط جدار برلين وقامت جدران أخرى تحت هذا العنوان كتب علي أنزل مقاله المشهور في صحيفة العرب الجديدة نجحت الدعاية الغربية في أن توهم كثيرين عندما تهاوى جدار برلين في التاسع من نوفمبر عام 1989 بأن العالم سيدخل مرحلة جديدة من السلم العالمي الذي كان يهدد سباق التسلح الجنوني بين المعسكرين الغرب والشرق إبان فترة الحرب الباردة والواقع أن تلك الفترة بكل مساوئها وآلامها مقارنة بما تلاها تكاد تعتبر من أكثر الفترات هدوءا وسلما في العالم لم تشهد حروبا كبرى عدا حرب فتنام المدمرة في إحصائية رسمية يوجد اليوم أكثر من 65 جدارا عبر العالم بينما لم يكن يتعدى عدد الجدران إبان فترة الحرب الباردة 16 جدارا وأسوأ هذه الجدران القائمة بيننا اليوم جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يقسم دولة فلسطين المحتلة ويحاصر مدنها ويخنق أهليها وللمفارقة أيضا وغير بعيدا من المكان الذي كان ينتصب فيه جدار برلين سيء السمعة ينتصب اليوم جدار فصل عنصري فوق الأراضي الأوروبية طوله يكاد يعادل طول جدار برلين غير المأسوف على سقوطه شيدته حكومة المجر العنصرية لوقف تدفق المهاجرين الفارين من ويلات الشرق الأوسط وحروبه من دون أن ننسى الحديث عن جدار الظل والعار الذي تبنيه الولايات المتحدة الأمريكية لغلق حدودها الجنوبية في وجه لاجئ دول أمريكا اللاتينية والشيء نفسه يمكن أن يقال عن جدران الفساد وهو أيضا كان موجودا في جميع المجتمعات وسيبقى ولكنه أصبح اليوم سياسة دولية عمومية تدعمه المؤسسات النقدية الدولية وتحميه وتمويله وهذه الجدران غير المرئية هي التي تجعل اليوم الشعوب تنطفض من هونج كونج مرورا بالعراق ولبنان والسودان والجزائر وفرنسا وحتى أقصى أمريكا الجنوبية في تشيلي والبرازيل وكولومبيا والبيرو والأرجنتين وبرجواي وأورجواي وهندراس وعندما تسقط هذه الجدران غير المرئية ستتهاول جدران أخرى والشعوب التي أسقطت جدار برلين كفيلة بإسقاط كل الجدران لأن حتمية التاريخ ضدها والطبيعة البشرية تأنفها عينت صحيفة الفاينالشل تايمز البريطانية أول محررة لها وهي مولودة في لبنان وعلنت الصحيفة التي تملكها شركة يابانية تعين نائبة رئيس التحرير رولا خلف في منصب رئيس التحرير وعنونت صحيفة القدس العربي فاينالشل تايمز تعين عربية أول رئيسة تحرير لها وحلت خلف محل ليونال باربر في رئاسة تحرير أهم صحيفة اقتصادية وعملت خلف نائبة لرئيس التحرير منذ عام 2016 حيث عملت على تأكيد دورها في مجال التقارير عن الشؤون الإجنبية وتوسيع التنوع في غرف الأخبار واشتداب قراءات جديدات للصحيفة وتقول صحيفة الجارديان أن ترفيع خلف إلى المنصب الأول في الصحيفة جاء بعد حملة توظيف استمرت لمدة عام وشارك فيها ملاك الصحيفة الذين قاموا بتقييم عدد من المرشحين وقالت خلف أن اختيارها يعد تشريفا عظيما لها وأنها تتطلع لمواصلة ما حققه ليونال باربر من إنجازات باهرة بعد اعتباره منقرضا لثلاثين عاما تقول صحيفة الشرق الأوسط التقطت كاميرا في فيتنام صورا لحيوان التراغول أو الغزال الفأر الوديع وفقا لتقرير الصحيفة والتقطت الكاميرا صورا لمخلوق له فراء يهيم بحثا عن الطعام وسط الشجيرات المتشابكة في غابة جنوب فيتنام وهي أول رؤية مؤكدة لمخلوق الغزال الفأر منذ ثمانينيات القرن الماضي والتراغول حيوان غريب الأطوار يشبه غزالا ضئيل الحجم لكنه برأس يشبه رأس الفأر مزين بفراء لونه بني يميل إلى الإحمرار كما أن له حوافر وهو نوع نادر من ذوات الحوافر متواجد فقط في فيتنام آل نجوين الباحثة في منظمة حماية الحياة البرية العالمية قالت لم يكن لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه لذلك فوجئت وشعرت بسعادة غامرة عندما فحصنا سجلات الكاميرا وشاهدنا صورا لتراغول فضي الظهر واكتشف فريق الباحثة نجوين هذا الحيوان النادر بعد أن أقاموا ثلاث مجموعات من فخاخ الكاميرات التقط صورا على مدى خمسة أشهر في غابات ليست بعيدة عن مدينة ناهة رانج الفيتنامية الساحلية جيلبير الأشقر يكتب في صحيفة القدس العربي مقالا عن التحركات الإيرانية بالمنطقة وكيف تستخدم الطائفية لتنفيذ أجنداتها التوسعية على حساب دماء الشعوب وقال الكاتب صفق النظام الإيراني لانهيار الاتحاد السوفيتي ومع ذلك فقد رأى الطهران أن انتفاضة شعوب الاتحاد السوفيتي على النظام السائد في بلدانها انتفاضة مشروعة تماما ويقودنا هذا التذكير إلى حقيقة تاريخية ثانية هي أن طهران لم تمانع قط في التعاون مع الولايات المتحدة وحتى مع ربيبتها الصهيونية عندما قضت مصلحتها بذلك فكل من يعرف تاريخ الحرب بين العراق وإيران يدرك أمر الصفقات التي من خلالها وبتوسط من المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة إيران بمجموعة واسعة من الأسلحة ولم تكتفي طهران بالترحيب بالحربين التي نشنتهما واشنطن على الإراق بل شارك أعوانها العراقيون بصورة مباشرة بتسيير شؤون الاحتلال الأمريكي للعراق إثن عودتهم إلى البلاد في ركاب مصفحات الاحتلال وبدعوة منه وتحيلنا هذه الحقيقة بدورها إلى حقيقة ثالثة هي أن السياسة الإيرانية لا تسيرها مبادئ الممانعة بالرغم مما تدعي طهران ويدعي أنصارها بل تسيرها مصلحة استمرار النظام الإيراني وتدعيمه فالطائفية ذاتها لا تعد كونها وسيلة تستخدمها طهران في توسيع رقعة نفوذها الإقليمي وليست غاية بحد ذاتها وقد استخدمت إيران النزعة الطائفية الشيعية لتحقيق سطوتها على العراق ولبنان كما تستخدمها في بناء أداة سطوتها المباشرة في سوريا من خلال قوات بعضها دخيل على البلاد أما الحقيقة الرابعة فهي أن سيادة طهران السياسية والعسكرية إنما تنسجم انسجاما تاما مع سيادة الفساد وتعميق لا مساوى الإجتماعية صحيفة واشنطن بوز تسرد أبرز أحداث الأسبوع المختلفة في أنحاء العالم عبر مجموعة متنوعة من الصور نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر